بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منبعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا بكم أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحياء والتطبيق يوم رمضاني جديد ونكمل سلسلة محاضرات المراجعة المركزة وما زلنا في الفصل الثاني القطوع المخروطي والجزء السابع جزء السادس إن شاء الله أعزائي وصلنا بكم يوم أمس إلى مجموعة من الأسئلة والتي تركت واجبا عليكم وتم إعطاء الناتج النهائي لهذه الأسئلة سيتم مناقشتها بشيء من السرعة وما يحتاج إلى بعض التفصيل سنقوم بإجراء التفصيل عليه إن شاء الله والسؤال الأول قطع ناقص مركزه نقطة الأصل وقطع زائد نقطة تقاطع محوريه نقطة الأصل إذن عندما يقول مركزه نقطة الأصل كل القطوع النقصة ضمن منهج السادس الأحيائي هو مركزه نقطة الاصل ونقطة تقاطع محوريه نقطة الاصل وكذلك بالنسبة للقطع الزائد اما بالنسبة لطلبة التطبيق يوجد لديهم انسحاب وسنتعرض الى موضوع الانسحاب بعد اكمال هذه الاسئلة ان شاء الله وسيكون درس مخصص الى السادس التطبيقي فيما بعد ان شاء الله ولكن ما يهمني الان عندما يقول كل منهما يمر ببؤرة الاخر الملاحظة التي تم الاتفاق عليها يوم امس عندما يقول كل منهما يمر ببؤرة الاخر فان الاي في القطع الناقص تمثل سي بالقطع الزائد وان السي بالقطع الناقص هي الاي بالقطع الزائد فاذا كانت معادلة القطع الناقص اذا ذكر ان معادلة القطع الناقص تسعة اكس تربيع زائد خمسة وعشرين واي تربيع يساوي ميتين وخمسة وعشرين وطلب عندي مجموعة من المطالب التي أمامكم جد مساحة القطع الناقص ومحيط القطع الناقص ومعادلة القطع الزائد مع الرسم والاختلاف المركزي لكل منهما إذن أعزائي سوف نذهب إلى الإجابة على هذا السؤال إذن لاحظ عزيزي أن إذا كان القطعان زائد وناقص وكان كل منهما يمر ببؤرة الآخر كيف سأتعامل مع السؤال في بادي الأمر يجب أن نتعامل مع القطع الناقص وبعد أن نقوم بقسمة القطع الناقص على 225 سنلاحظ ما يليه لاحظ عزيزي بعد أن نقسم على 225 فماذا سيكون لدينا الآن X تربيع على 25 زائد Y تربيع على 9 يساوي 1 وأن الأي تربيع تساوي 25 لاحظ عزيزي أن الأي تربيع هو المقام الأكبر الأي تربيع هو المقام الأكبر لأننا نتعامل مع القطع الناقص والB تربيع هو المقام الأصغر أي تربيع يساوي 25 يعني الأي تساوي 5 الB تربيع تساوي 9 يعني معناها الB تساوي 3 وبعد تطبيق حلال المشاكل C تربيع تساوي أي تربيع ناقص بي تربيع ظهر لدينا أن C تربيع 16 إذن C تساوي 4 سوف ننتهي من المطلبين الأول والثاني مساحة القطع الناقص أي بي باي والتعويض المباشر ومحيط القطع الناقص والتعويض المباشر السؤال كما تلاحظون وزاري لسنين عديدة 2004-2005-68-14 ولأدوار مختلفة بؤرتين القطع الناقص هما رأسي القطع الزائد لاحظ عزيزي أن موجب سالب 4-0 هي بؤرتين القطع الناقص وهما رأسي القطع الزائد وبالعكس تماما أن رأسي القطع الناقص هما بؤرتين القطع الزائد ومنها نستنتج الأي والسي وبعد تعويض حلال مشاكل سيكون البي تربيع يساوي 9 ومن ثم كتابة القانون والتعويض تعلم أن الاختلاف المركزي لكل من القطعين هو السي على أي ونعوض السي والأي لكل منهما وهذا رسم القطع الزائد الذي تجده أمامك إذن هذا ما يخص السؤال الأول ما يخص السؤال الثاني الذي سوف نتعامل معه أعزائي الطلبة السؤال الثاني جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرتين بؤرة القطع المكافئ الذي معادلته هنا عزيزي عندما يكون لي قطع مكافئ يجب تحليل القطع المكافئ لاستخراج البؤرة له وستكون بؤرة القطع المكافئ هي نفسها بؤرة القطع الناقص كيف يتم الأمر عزيزي إذن سيتم الأمر حسب التفصيل الافتراضي الذي سيعرض عليكم إذن معادلة القطع الناقص ذكر أن معادلة القطع الناقص Y تربيع ماذا زائد ثمانية X يساوي صفر إذن معادلة القطع الناقص Y تربيع زائد ثمانية X يساوي صفر كيف أتعامل مع القطع الناقص بهذه الصورة سوف أحاول تبديل القلم للحصول على خط أفضل إن شاء الله إذن القطع الناقص ذكر أن القطع الناقص هو Y تربيع زائد ماذا زائد ثمانية X يساوي صفر إذن Y تربيع زائد ثمانية X يساوي صفر بعد تحويله إلى الصورة القياسية سيكون لدينا ما يلي سيكون Y تربيع يساوي سالب ثمانية X سوف أقارنها بالصورة القياسية ما هي الصورة القياسية Y تربيع تساوي سالب أربعة PX وبعد إجراء تعويض أو مقارنة اعتيادية سينتج لدينا ماذا؟ سينتج لدينا أن الأربعة P تساوي ثمانية ومنها سيكون ال P تساوي ثمانية كما ستشاهدونه الآن أعزائي إذن Y تربيع تساوي سالب ثمانية X وبعد المقارنة Y تربيع سالب أربعة PX إذن P تساوي إثنيا هنا بؤرة القطع المكافئ هي سالب ثنين صفر إذن بؤرتين القطع الناقصية موجب سالب ثنين صفر ومنها يمكن استخراج قيمة C من جهة والموقع لها من جهة أخرى إذن السي هنا يساوي إثنيا والموقع سينات تم كتابة قانون السينات ومن ثم التعويض المباشر علما أن القطع الناقص يمر بالنقطة إثنيا جذر ثلاثة جذر ثلاثة إثنيا جذر ثلاثة جذر ثلاثة إثنيا جذر ثلاثة تمثل X وجذر ثلاثة تمثل Y بعد التعويض المباشر وضرب المعادلة كلها في أي تربيع بي تربيع ونتجت لدينا معادلة رقم واحد وملاحظة هامة جدا جدا لاحظ عزيزي أن هذا السؤال تكرر بالوزارة في 2018 مرتين للإحياء والتطبيق وتكرر سابقا مرتين عام 2014 إذن متى ما وجدت معادلة بدلالة 2 من 3 من هم الثلاث؟ الأي والبي والسي وجدت معادلة بدلالة 2 من 3 وكان ثالثهم معلوما فهذه المعادلة هي رقم واحد وحلال مشاكل معادلة رقم اثنيا لأن السي يساوي اثنيا معلوم اثنيا تربيع تساوي أربعة إذن أي تربيع تساوي بي تربيع زائد أربعة معادلة رقم اثنيا وبعد تعويض واحد باثنيا سوف ينتهي الحل أكرر وأؤكد دائما عند التحليل بالتجربة وظهور مجموع مربعين نقول أن مجموع مربعين يهمل ومجموع مربعين ليس له حل في R إنما له حل في C فقط إذن هذا ما يخص السؤال الثاني وننتقل معا إلى السؤال الثالث السؤال الثالث كان يتحدث جد معادلة القطع الزائد الذي طول محوره الحقيقي يساوي البعد بين بؤرة القطع المكافئ ودليله دليله إذن الأمر هام جدا جدا البعد بين بؤرة القطع المكافئ ودليله تساوي 2P المسافة بين بؤرة القطع المكافئ ودليله القانون المهم والمهم جدا يساوي 2P ولكن هنا ما يهمني وما أكدناه يوم أمس أعزائي بأن كلمة بعد يساوي بعد إذا بعد يساوي بعد بعد يساوي طول فأنه يشير إلى القيمة العددية ولا يشير إلى الموقع أطلاقا أي أن طول محوره الحقيقي يساوي البعد بين بؤرة القطع المكافئ ودليله فتعني أن 2P يساوي 2A ولا يهمني إن كان القطع المكافئ بؤرته على محور السينات أو إذا كانت على محور الصادات والتأكيد الذي قلناه يوم أمس أن صيغة السؤال لو كانت صيغة السؤال أن أحد رأسي القطع الزائد هي بؤرة القطع المكافئ لكان A يساوي P وبالإضافة إلى القيمة العددية والموقع أيضا الموقع بما أن القطع المكافئ سيني فأن القطع الزائد سيني إذن يوجد فرق شاسع بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية نعود إلى السؤال أعزائي والتأكيد الآخر الذي أكدناه يوم أمس من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها طلبتنا الأعزاء عندما يرى معادلة قطع ناقص يسرع لحساب الأي تربيع والبي تربيع والسي تربيع ولا يعرف ماذا يريد بالضبط هنا يقول لي السؤال بؤرتين تمر برأسي القطع الناقص إذن وصلتني رسالة مستعجلة تقول استخرج من القطع الناقص الرأسين فقط كما ستشاهده أمامك والسؤال هو 2017 دور ثاني خارج العراق إذن تم تحليل القطع المكافئ لاستخراج قيمة بي وما يهمني هنا قيمة بي ولا يهمني الموقع إطلاقا إذن لاثنيا أي في القطع الزائد هو لاثنيا في إذن لاثنيا أي تساوي 12 الأي تساوي 6 نستخرج من القطع الناقص الرأسيا فقط ولأن الأي تربيع تساوي 100 لأننا نعلم أن في القطع الناقص يكون الأي تربيع هو المقام الأكبر دائما إذن أي تربيع تساوي 100 والأي تساوي 10 ولأن الأي تقع تحت الأكس تربيع فهنا البؤرتين والرأسين على محور السينات إذن موجب سالب 10 صفر هما بؤرتين أو عفوا هما رأسي القطع الناقص وهما بؤرتين القطع الزائد حسب ما يفتي به السؤال إذن هنا أصبح لدينا في القطع الزائد الأي معلومة والسي معلومة ونعرضها على حلال مشاكل لاستخراج قيمة بي ومن ثم نختار قانون السينات لماذا أخترنا قانون السينات؟ لأن بؤرتين القطع الزائد هما موجب سالب عشر صفر هذا ما يخص السؤال الثالث إذن ما رأيكم أعزائي لو ننتقل إلى السؤال الرابع والسؤال الرابع فيه كلام كثير جد معادلة القطع الزائد الذي ماذا؟ ما فيه القطع الزائد الذي يمر ببؤرتين القطع الناقص إذن هنا أعزائي يقول لي السؤال اذهب إلى القطع الناقص ويقسم على 396 واستخرج من القطع الناقص البؤرتين عكس السؤال السابق تماما السؤال السابق قال قطع زائد بؤرتين هما رأسي القطع الناقص إذن استخرجنا من القطع الناقص الرأسيا فقط لكن هنا سأستخرج من القطع الناقص البؤرتين والبؤرة في القطع الناقص لأنها تحوي على صفر أحد مسقطيها صفر فأنها تمثل الرأس بالقطع الزائد لأنه كلمة يمر في القطع الزائد أي نقطة بها صفر تنتمي للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحورها هما المحورين الإحداثين لا بد أن تكون هي الرأس أعزائي بما أن حاصل ضرب 36 في دعش يساوي 396 فعند القسمة يكون تبديل البصوط والمقامات بالشكل القطري جائز ماذا أقصد بهذا الكلام؟ عند القسمة على 396 سيكون الجواب X تربيع على دعش زائد Y تربيع على 36 يساوي 1 ويكون الأي تربيع بالتأكيد هو 36 لأنه المقام الأكبر ويقول السؤال وأحدى بؤرتين من هو القطع الزائد هي بؤرة القطع المكافئ الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرته تقع على محور الصادات ويمر دليله بالنقطة 4-7 ذكرنا يوم أمس عزائي إذا مر دليل القطع المكافئ بنقطة وكانت البؤرة على محور الصادات فإن معادلة الدليل Y يساوي المسقط الثاني لا أطيل عليكم أعزائي وسنلاحظ جواب السؤال الذي أمامكم إذن بعد عملية القسمة الأي تربيع يساوي 36 البي تربيع يساوي دعش السي تربيع طلعت 25 يعني معناها السي تساوي 5 بما أن الكبير يقع تحت Y تربيع فإن بؤرتين القطع الناقص تقع على محور الصادات وهما رأسي القطع الزائد لأنه يقول يمر ومعادلة دليل القطع المكافئ Y تساوي 7 لأن البؤرة تقع على محور الصادات ولو قال جدلا أن البؤرة تقع على محور الصادات سكانت معادلة الدليل X تساوي 4 إذن في هذا السؤال Y تساوي 7 إذن معناها بؤرة القطع المكافئ صفر سالب سبعة عكس الإشارة والتي هي بؤرة القطع الزائد هنا عندي بالقطع الزائد الأي معلوم 5 السي معلوم 7 حلال مشاكل بي تربيع تساوي 24 وكتبنا قانون الصادات ويعوضنا إذن التأكيد إذا مر القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل بنقطة تقع على أحد المحورين فإنها تمثل الرئيس حتما على عكس القطع الناقص فإنها تمثل أما الرئيس أو القطب حسب موقع البؤرة قبل أنتقل إلى السؤال الخامس هناك أسئلة وردتني على السؤال الوزاري العام الماضي دور ثالث لطلبات الإحيائي السؤال ربط الدائرة بالقطوع إذن أعزائي سوف نذهب إلى دفتر الدفتر خاص ونحاول أن نراجع بعض قوانين الدائرة قوانين الدائرة إذا كانت الدائرة معادلتها هي X تربيع زائد Y تربيع يساوي 25 إذا كانت المعادلة مثلا للدائرة X تربيع زائد Y تربيع تساوي 25 الصورة القياسية للدائرة عزيزي الصورة القياسية للدائرة هي ما يلي سوف نحاول أن نكتب الصورة القياسية للدائرة المعادلة القياسية للدائرة هي X ناقص ناقص تربيع زائد Y ناقص K تربيع يساوي ماذا؟ يساوي R تربيع إذن هذه الصورة القياسية للدائرة إذا كانت المعادلة التي ستذكر لنا في السؤال هي ما يلي إذا كانت المعادلة هي على سبيل المثال X تربيع زائد Y تربيع يساوي 25 إذا كانت المعادلة بالصورة التالية عند المقارنة نلاحظ أن هذه X تربيع هي X ناقص 0 تربيع أي أن H يساوي 0 وبنفس الكيفية فإن K يساوي 0 وإن H K يمثل مركز الدائرة و R تربيع R يمثل نصف قطر الدائرة إذن نصف قطر الدائرة هنا يساوي 5 لأن R تربيع تساوي 25 فلو كانت المعادلة أعزائي بالصورة التالية لو كانت المعادلة بالصورة التالية لو كانت المعادلة على سبيل المثال X ناقص 1 تربيع زائد مثلا Y زائد 4 تربيع يساوي 25 لو كانت المعادلة بالصورة التالية هنا أعزائي ال H سوف يساوي 1 وال K يساوي سالب 4 وال R يساوي 5 إذن بعد المقارنة مع الصورة القياسية نعود إلى سؤالنا الآن هذه المعادلة التي وردت في السؤال ليست بالصورة القياسية هذه تسمى المعادلة العامة للدائرة وليست المعادلة القياسية للدائرة كيف يتم حساب مركز الدائرة إذا علمت المعادلة العامة يعني لو كان السؤال في الامتحان الوزاري كالذي أمامكم الآن فمباشرة سأقول أن H يساوي صفر وال K يساوي ثمانية وال R يساوي سبعة إذن هذه المعادلة تسمى معادلة قياسية أما إذا كانت معادلة عامة فعلينا أن نجري الأمور التالية الأمر الأول يجب التحقق من أن معاملي X تربيع و Y تربيع يساوي واحد لو كانت 2X تربيع زائد 2Y تربيع مثلا ناقص كذا فأول خطوة سأقسم المعادلة كلها على 2 إذن يجب أن نجعل معامل X تربيع واحد و معامل Y تربيع واحد هنا أعزائي معامل X يسمى A و معامل Y يسمى B والحد الثابت يسمى C إذا ما تم جعل المعادلة المعطاة تشبه الصورة العامة التي أمامكم سيكون الـ H هو سالب A على 2 وسيكون الك هو سالب B على 2 ستقول الـ A هو من هو A معامل X ما عندي X بالسؤال يعني المعامل ما تصفر ما عندي Y مثلا بالسؤال يعني المعامل ما تصفر إذن الـ H يساوي 0 لكن الك سالب B على 2 سالب سالب 16 على 2 إذن 16 على 2 8 إذن أصبحت الدائرة مركزها 0 8 عندي المركز صار معلوم شي ساوي R نصف القطر قانون نصف القطر هو تحت الجذر H تربيع زائد K تربيع ناقص C بعد التعويض المباشر أصبح لدينا نصف القطر يساوي 7 الآن الأمر أصبح محلول شي يقول السؤال جد معادلة القطع الزائد الذي إحدى بؤرته مركز الدائرة طلعنا مركز الدائرة 0 8 إذن هي إحدى بؤرته القطع الزائد إذن بؤرته القطع الزائد 0 موجب سالب 8 وطول محوره المرافق يعني الاثنين B يساوي نصف قطر تلك الدائرة ونصف طول محوره المرافق يساوي نصف قطر تلك الدائرة إذن المحور المرافق تو B نصف المحور المرافق هو B إذن B يساوي R طلع عندي 7 إذن صار عندي C معلوم 8 و B يساوي 7 إذن بسهولة استخرج قيمة A والتعويض بالمعادلة عليك قراءة هذا التأكيد قبل الانتقال إلى السؤال الذي بعده إذن نستمر معكم أعزائي الطلب والملاحظة إذا مر القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل بنقطة تقع على أحد المحورين فإنها تمثل الرئيس حتما على عكس القطع الناقص أما الرئيس أو القطب إذن هذه الملاحظة مرت مرارا وتكرارا إذن يقول جد معادلة القطع الزائد الذي يمر ببؤرتين القطع الناقص ونعود أعزائي إلى السؤال الذي كنا فيه وقبل أن نعود آسف جدا آسف آسف ونعود 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 السؤال الخامس والسؤال الخامس من الأسئلة المهمة جدا جدا وهو من الأسئلة الوزارية التي مرت بنا سابقا وفكرته لا تخلو من صعوبة قطع مكافئ معادلته أكستر بيع يساوي عشرة وي ناقص ثلاثة كي وي ومعادلة دليله وي يساوي اثنيا كي التأكيد يقول من خلال المعطيات في السؤال يتبين أن معادلة القطع المكافئ الصادي تتقبل أحد احتماليا عندما يقول أكستر بيع معادلة قطع مكافئ أكستر بيع يساوي أي أنها صادية صادية موجبة صادية صالبة ما أدري لأن هنا يوجد مجهول وهنا يوجد مجهول لو كانت معادلة الدليل وي يساوي 4 أكيد البؤرة صفر صالب 4 يعني القطع المكافئ صادي سالب لو كانت معادلة الدليل وي تساوي سالب 4 لكانت البؤرة صفر أربعة والقطع الزائد مكافع حفوان هو صادي موجب لأن الدليل فيه مجهول والمعادلة فيها مجهول إذن يوجد لدينا احتمالين فعلينا أن نذهب إلى السؤال ونحاول أن نناقش هذه الاحتمالات إذن أعزائي المعادلة لقطع مكافع أكستر بيع ورما استخرجنا طبعا السؤال 2017 دور ثالث بعد أن استخرجنا وي عامل مشترك من هنا كان عشر ناقص ثلاثة كي وي إذن أعزائي هذه المعادلة سوف أأخذ فيها احتماليا احتمال الأول ربما تشبه الأكستر بيع تساوي أربعة بي وي وربما تشبه ماذا ربما تشبه الأكستر بيع سالف أربعة بي وي سأتعامل مع الاحتماليا ما يخص الاحتمال الأول سيكون الأربعة بي تساوي عشرة ناقص ثلاثة كي هذه معادلة رقم واحد ولأن المعادلة موجبة فلابد أن الدليل سالب ويقول هو في السؤال أن وي يساوي اثنين كي فأن الاثنين كي تساوي سالب بي أي أن البي تساوي سالب اثنين كي بعد تعويض اثنين في واحد سينتج لدينا أن الكي تساوي سالب اثنين بما أن الكي تساوي سالب اثنين سوف أعرضها على ماذا سوف أعرضها على قيمة بي البي تساوي سالب اثنين كي سوف أعرض الكي هنا إن ظهر لدينا أن البي موجبا سنقول أن هذا الاحتمال صحيح وإذا ظهر لدينا أن البي سالبا سنقول أن هذا الاحتمال خاطئ إذن بعد تعويض الكي تساوي سالب اثنين سينتج أن البي تساوي أربعة إذن الاحتمال صحيح إذن البي تساوي أربعة سالب اثنين في سالب اثنين ال-P تساوي أربعة أكبر من صفر إذن معادلة الدليل Y تساوي سالب أربعة والبؤرة صفر أربعة إذن هذا ما يقص الاحتمال الأول الاحتمال الثاني بنفس الأسلوب ولكن سينتج عنه أن ال-P سالبة ونقول هذا الاحتمال يهمل نعود إلى السؤال جد قيمة K تم استخراج قيمة K ماذا يريد بعد ومعادلة القطع الزائد الذي إحدى بؤرته بؤرة المكافئ نفسه إذن لأن بؤرة المكافئ صفر أربعة فإن بؤرته القطع الزائد صفر موجب سالب أربعة إذن C تساوي أربعة وماذا يقول في السؤال وطول محوره المرافق الذي إحدى بؤرته بؤرة القطع المكافئ نفسه وطول محوره المرافق منه القطع الزائد يساوي وحدتي طول إذن 2B تساوي 2B تساوي 1 عندي C وعندي B بسهولة أستخرج الأي ومن ثم أكتب المعادلة إذن أعزائي سنأخذ استراحة بسيطة ونعود لكم لإكمال الجزء السابع من محاضرات المراجعة المركزة للقطع الناقص وعموما إلى القطوع المخروطية المكافئ والناقص والزائد انتظرونا في أمان الله شكرا للمشاهدة